أمنيا دائما فككت مصالح ولاية عينت موشن شبكة إجرامية منظمة مختصة في تقليد وتزويل عملة الوطنية والأجنبية على مستوى إقليم اختصاص محكمة حمام بحجر مع حظ مبلغ معتبر من العمليتين العملتين قولة الوطنية والأجنبية كانت معدلة الطرح والتداول حيث قدرت العملة الوطنية المزورة المحجوزة بمليارين وسبعملية مليون سنتيم كانت مهيئة على شكل أوراق نقدية من فئة 2000 دينار جزائري والتفاصيل في ميكروفون كمال بوعظة أبيت تمكن عناصر الفرقة من توقيف تلك الأشخاص من أفرادها مع حجم مبلغين مليون معتبرين من العملة الوطنية والأجنبية المزورة كانت معدلة الطرح والتداول المبلغ الأول قدرت بـ 2 مليار و700 مليون سنتيم مشكل أوراق نقدية من فئة 2000 دينار جزائري المبلغ الثاني من العملة الأجنبية مقدر بـ 82500 أورو مشكل أوراق نقدية من فئة 200 أورو كما كانت العملية من حجة العتاد والتجهيزات المستعملة من أفراد الشبكة الإجرامية والتي كانت تستعملها في عملية التزوير المشتبه فيه سيتم تقديمه أمام السيد ووكي الجمهورية لدى محكمة حمام باشا ترجمة نانسي قنقر